تضع الحكومة الجديدة أولوية كبيرة لمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني هذا ويعتمد استقرار الدولة على قدرة مؤسساتها على التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية يعتمد استقرار الدولة المصرية على قدرة مؤسسات الدولة على التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية ومن هذا المنطلق يأتي محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة الجديدة برنامج عمل الحكومة الجديدة حدد المبادئ الرئيسية لتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة وتنطوي مظاهر تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد على العديد من الركائز والتي من ضمنها تعزيز دور المحليات وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والتوصل إلى مجتمع مدني قوي وتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية وفي إطار جهود الحكومة المصرية نحو تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة تستهدف الحكومة تمكين المجتمع المحلي عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها بالإضافة إلى إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي الذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترصيخ معاني وانطلاقا من تأكيد الدستور المصري على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية تستهدف الحكومة تعزيز وتنمية حقوق الإنسان وترصيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان التمتع بها وإدراكا أن تقدم الدول مرتبط بحجم منجزاتها في مجال البحث العلمي وتطوير لذا فقد سعت الحكومة إلى تبني سياسات تدعو وتشجع على الابتكار والبحث العلمي وحماية حقوق الملكية ويأتي المجتمع المدني على رأس أولويات الدولة المصرية يظهر ذلك جلية في إعلان رئيس الجمهورية في العام 2022 كعام المجتمع المدني مما يعكس الأهمية العظمى لمنظمات المجتمع المدني في دعم الحكم الرشيد والمشاركة السياسية موسيقى موسيقى